اجى الامر الى ايام معاوية ابن ابي سفيان وهذه كتب التاريخ بين ايدينا كتب تاريخ المذاهب الاسلامية كلها الرجل بدأت الناس تتقرب الى منه بدأوا الى يتقربون بدأوا يتقربون ضعاف النفوش بدأوا يتقرب الشاعر اللي يريد يلقى لما كان والكاتب اللي يريد يلقى لما كان والمؤرخ اللي يريد يلقى لما كان واللي اغرقه او بالاحرى شحره بريق الذهب او شحره بريق المناصب لانه هذا الشيء يعمل للحق والحقيقة اشجاب الحق والحقيقة يريد اموال ويريد منزله وهذا الحتات كان صريح الحتات معاوية لما اجى للحكوم اجوا ليه ثلاثة من الرؤساء دفع لكل واحد دفع للاول منهم مئة الف ودفع للثاني مئة الف الثالث دفع لشبعين الف قال لماذا خششت بي دون قومي ليش ذول جماعة تطيتهم مئة مئة وانا عطيتني شبعين الف قال وكلتك الى دينك وعثمانيتك اعرف عندك دين نعم وعرف انك توالي الخليفة الثالث ذول اشتريت منهم دينهم كل واحد بمئة قال له هلا جعلتها مئة واشتريت مني ديني شويها مئة وانا ما عندي بانع اتأمل لا هذا هي هي اللغة السائدة لا تروح بعيد هي هي اللغة السائدة يعني ناجر انت تلقى من الناس عند موقف وعند صلابة بدين يعني اش قد تلقى انت اكو مناعة عند الناس ازاء الحق فلما اجي هذا الرجل بدت الناس تتقرب اليه تتقرب اليه باختراع الروايات والاحاديث وبشتم الهاشمين وشتم علي ابن ابي طالب يعني انت قد تستغرب تلقى رواية مثلا فلان عن فلان يقول مر علي والعباس والنبي جالس في المسجد لما راهما قال ان هذين يموتان على غير ديني اه من هنو يعني تصل الى هالمجتوى وصلت المهاترات الى هذا المجتوى وبدأت الروايات والاحاديث تكتب الروايات والاحاديث كلها تكتبها الاقلام الرخيصة الاقلام المجورة التي لا يخلو منها عصر من العصور وهي اقلام كثيرة واتخطر الشيخ ابو الجهرة في كتاب المذاعب الاسلامية يقول ما معقول ان الامويين يشتمون علي ابن ابي قالب على المنبر ثمانين سنوى يشمحون بان تنتب الى فضيلة طبعا ما يشمح هذا واقع وشحيحة شحيح هذا يعني اللي قاعد يتقرب الى الله بشتم على المنبر ثمانين عام هذا يشمح بان تكتب الى فضيلة ابن ابي طالب ما يشمح ان تكتب الى فضيلة ولذلك كان حتى الراوي حتى الراوي من الرواة اذا اراد يروا رواية بها اسم علي ابن ابي طالب ما يقدر يجيب اسمه ما يقدر يجيب اسمه اش يكتب عنه حدثني فلان عن فلان عن رجل من صحابة رسول الله لان اذا اجاب اسمه يعني معناه يعرض نفسه الى الابادة نبق يعني بلا مبالغة اه اذا اجاب اسمه يعني يعرض نفسه الى انواع العقوبة الى صنوف العقوبات بطبيعة الحال الناس مع ضمها انزوت اللي عنده حديث ضمه واللي عنده رواية ضمها وبدأت شنو طلعت مقابلها روايات للثالب وللشاتم وللاعتداء على تاريخ الهاشميين وبالذات تاريخ علي ابن ابي طالب في تفصيل طويل هذا مفروب عند المعنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة